اشتركوا في القناة ايمان شرف والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي على قدر حجم الحركة المرورية التي قد تشهدها الشوارع الرئيسية في المملكة تأتي بدائل نجعة لطرق فرعية واخرى رئيسية كخطة افضت بها وزارة الاشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني الممثلة في قطاع الاشغال لتكون هذه المشاريع المنجزة نصيبا من برنامج عمل الحكومة للحد من اشكال تلك الازرحامات التي شكلتها قوافل المركبات على اختلاف وجهتها ما انجز في الفترة من بداية 2015 لتقريبا منتصف 2016 هو ما يقارب 40% من هذه المشاريع ويتعتبر نسبة عالية جدا والمتبقي هو قيد التنفيذ الـ 64 مشروع قيد التنفيذ مشروع البرهامة مجمع 351 ومشروع الحد ورصف طرق ترابية في الحد مشروع 109 مجمع 109 ومجمع 112 وكذلك منطقة توب لي 711 وأيضا سند مجمع 743 و745 وكذلك لا ننسى مدينة المحرق أو جزيرة المحرق مشروعي مجمعي 226 و228 طبعا هذه المشاريع انجزت بشكل متكامل عشرون مشروعا جاء ضمن كينونة صيانة وتطوير الطرق فاستهل إنجاز المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وإذا ما أسرعنا نحو ذكر تفاصيل الإنجاز تأتي الحاجة ملحة في سرد ما أصبح عليه شارع جابر الأحمد الصباح الذي يعد تطويره متماشيا مع ما تم إنجازه على جسر سترة من أعمال تطويرية مشروع شارع المحرق الدائري وهو المرحلة الأولى منه وتكلفة المشروع كانت 5 مليون دينار ما يقارب 5 مليون دينار وهو بدعم سخي من الشريقة الكبرى المملكة العربية السعودية طبعا كانت مدة التنفيذ 16 شهر المشروع طبعا يتضمن تحويل الشارع من شارع مفرد بمسار واحد إلى شارع بثلاث مسارات في كل التجاه طبعا وبطول 8.4 كيلومتر المشروع يكتسب أهمية من ناحية الاستراتيجية وهو خيار استراتيجي لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية التي الناس متعودة عليها إلى رجوع إلى استخدام شارع بديل وشارع ريا والمعروف بشارع رادوس في البحرين بهدف الوصول إلى القرى في منطقة المحرق وهي قرى قلالي وسماهيج والدير وأيضا توفير مداخل جديدة لهذه القرى جملة من الأسباب تقف راسخة خلف طبيعة هذه النقلة النوعية المعنية بنسيابية الحركة المرورية بين الطرقات التي ستسهم في رفع مستوى السلامة وخلق بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين